كل سنة وحضراتكو طيبين كل سنة ومصر طيبة كل سنة والعالم كله طيب يعني النهاردة كانت من ثلاث ساعات كده حوالي الساعة سبعة وعشرة كده بدأت في الكاتدرائية المنقصية فيه أو كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية كان الاحتفال بعيد الميلاد المجيد قدسة البابا تودرس كان يا أم الصلاة حوالي الساعة تمانية كده وصل سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الكاتدرائية وكانت الحقيقة احتفالية يعني عظيمة جدا في أثناء دخوله وترحيب ضيوف الكاتدرائية في جموع سواء أطفال أو شباب أو سيدات أو شابات الحقيقة كان فيه تلاحم حلوة أوي ما بين سيدة الرئيس والمواطنين شيء الحقيقة بنتعود عليه دايما من وقت ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية من 8 سنين فده يعني الحقيقة عادة طيبة جدا وفيه شيء كده من البهجة الحقيقة كان بيعم الأرجاء الكنيسة وخارج الكنيسة وإن شاء الله بإذن الله يعني مصر كلها وإن شاء الله الجميع يحتفلوا بعيد الميلاد المجيد بإذن الله وبعد شوية كده نخش بقى في الدك الروم نخش بقى في اللحون نخش بقى في الفراخ والأسماك وهو لآخره ربنا يا ربي عزكم يطرح البركة فيكم وزيدكم خير وصحة وصعادة والحقيقة فيه يعني فيه زميلة على تويتر سازة راندا سليم بتتكلم بتقول يعني أنا كمسلمة أنا معي يعني طبعا بضحك يعني أنا معي عشرة غفة أنا راح أخبط على جريان المسيحيين والهم سلام عليكم أنا جاي النهاردة أتغدى أو أواكل معاكم فقلت لها أنا ممكن أجيب عشر غفة أنا كمان وأجي معاكم فالحقيقة فيه حالة كده طبعا إخواتنا المسيحيين دخلنا وهزرنا وضحكنا وهو الأخ في حالة بهجة كده في الكلام ده وعايز أقول لكم أنه أنا 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 يعني كواحد من الناس الحقيقة عمري في حياتي ما حسيت إن في مسلم ومسيحي ولا عمري في حياتي في تعاملاتي já حسيت إن في مسلم ومسيحي أنا دايما تعملات فيها إنسانية فيها حب فيها موادة فيها إحترام فيهارك يعني عشق لهذا البلد فيها حب لهذا البلد فيها انتماء لهذا البلد فكرة العلاقة ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر هنا يعني ممتدة امتداد رهيب وإذا كانت في حالة من هنا أو حالة من هنا فمعليش نسد عليها الباب لأنه الباب مفتوح على مصر عايه لكل الحب وبكل الحب يعني أين كان حضرتك تشوف حالة هنا أو حالة هنا بتضخم وترتفع وتأمل في النهاية بتهبط لأنه العلاقة والتشعبها وجمالها ونقاءها ما بين المصريين على بعضهم كده يعني النهاردة سيدة رئيسكا بيتكلم بوضوح يعني أنا بيتكلم في الكنيسة لكن رسالة لكل المصريين اللي بيشوفونا عبر الشاشة فأنا بكل احترام وتقدير أنا بهني إخواتنا وحبيبنا وصحابنا وأهلنا وجرانا بكل الحب بكل الحب ربنا أعود عليكم الأيام بخير وأعود على مصر الأيام بخير وإن شاء الله بإذن الله بعد العيد الميلادي المجيد شوية وأحنا داخلين بقى في الأيام المباركة رجب شعبان وبعدين داخلين رمضان بنحتفل كلنا مع بعضنا وبعدين عيد الفطر بنحتفل كلنا مع بعضنا وبعدين عيد الأطحى بنحتفل كلنا مع بعضنا وبعدين في عيد شام النسيم ما بين العيد دا والعيد دا ما بين العيد الأطحى وما بين العيد الفطر يعني في مصر دا من في حالة حب ما بين أبناءها وبعضيهم زي أقول لحضراتكم وأنا وأعي هذا الكلام جيدا وزملائي يعوا هذا الكلام جيدا ما فيش أي تعامل ما بين مسلم ومسيحي فيه تعامل ما بين مصريين فيه حب ما بين مصريين فيه حاجة جميلة ما بين مصريين رسالة يعني العادة خلاص احنا قلنا أنه سيد الرئيس من 8 سنين خلاص احنا متعودين هذا الأمر حيب تبقى حالة بهجة وحالة عظيمة من العلاقة ما بين زي ما قلت حضراتكم وكده ما بين القائد وما بين الشعب بتتجلى في مناسبة معينة وبتتجلى بقى في كافة المناسبات يعني الحقيقة ما أسرني ما أسرني أكتر أو ما أسرني إضافة إلى التهنئة الحقيقة حوالي دقيقة ونص أو دقيقتين ونص دقيقتين ونص سأت الرئيس تكلم فيهم بكل صراحة إلى المصريين يعني من الحاجات اللي الواحد كان يتمنى يسمعها وإن شاء الله بإذن الله يبقى كلام الرئيس مطبق على أرض الواقع وفعلا ما نخافش زي ما قال ما تخافوش وزي ما قال أنا بطمنكم وزي ما قال أنا يعني عارفين رسالة الطبطبة اللي بتطلع كده من قال لآخر كده بتهدي النفوس وتهدي الناس يضاف عليها بقى لإجراءات اللي تتم بعد كده سواء ضبط السوق وضبط الأسعار وضبط السياسة النقدية وهو الآخر كل ده إن شاء الله بإذن الله يتم فيه المرحلة القادمة بإذن الله من يوم لتنين لأنه طبعا بكرة وبعض أجازة أو يوم الحد بيبقى أجازة بكرة يعني الناس كتير بتاخد أجازات لكن في الإطار العام الرسالة الأولى مهمة تهنيئة المصريين بالعيد بعيد القائمة المجيد ورسالة التانية مهمة إنه بطمن الجميع بطمن الجميع ما تخافوش نسمع كده